حسنا اليوم نكمل ونحكيه على التحكيم. في اللحظات هذي قاعد صاير اجتماع بين الحكام وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم. مجموعة من الحكام كانوا ماشيوا لزيارة كمالي دير في لجنة تتسوي الجامعة التونسية لكرة القدم من اجل فرض الاشكال اللي حكينا عليه هالبارح بخصوص المستحقات المالية للحكام الشبان كنات فاشقوا الحكام الشبان بالحصول على مبالغ مالية تقريبا شكايت تلاثين دينار واربعين دينار في الوقت اللي سيلوا مبالغ مالية كبيرة تم وعدهم بالحصول على تسعمائة مليون لكنهم تحصلوا فقط على مئة مليون كاجمالي وهذا اللي خلب مجموعة الحكام اللي قابلوا الوزارة في حرج كبير. شي اه اه سيمونجي خانا انا اخو رايك في الموضوع ذهل الازمة ما زالت متواصلة وماشي بشتوفة ومبدو انها ماشي هالتطورات اكثر اخطيرة في الموضوع هذا. انا الشاي اللي اسفني برشا اللي انا كانت دي بروميس متاع سيناجي جويني اللي هي كانت من الاولويات متاعه انتي اليوم بتنجمش اليوم اه 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 تحكيم ما همش خالصين عندهم اربع سنوات ولا دراق داش واليوم تزيد تعتام انا ما معاش مستغرب في البلدة دية لان في اشياء تم اشياء يلزمها تتغير برشا نتفكرك لهز الميدالية من عرش ان هي الرياضة متاعه المسؤول متاعه جيب له بوكي نوار وعطاه خمستشين دينار بشي ياخد جواج بشي روح لداره معناه بشي يريك اللي اليوم جبت تقبيل على وسامة المالولي اطلب خمسمائة دينار من المستقبل رياضي المارسة صارت الترد متاعه من المستقبل رياضي المارسة ومشي للتراجين بعد انا نقول تسامبلو ما لليوم راو بالطريقة هذي اللي قاديم نسيرو فا في الرياضة التونسية جو بريفير نوقف الرياضة تونسية وإلا تتعامل تتصلح الوضع متاع الحكام في تونس اليوم الحكام يمشي لأي جهة كان يمشي عليه وبتاتر ما ينجم شعمل روتور بانديسانس ما عندو شوني يسكن هذي يا سامانك ديريس بير او الاربيتر حاجة ايسانسيال في المباراة كرة القدم تشوف توا في اوروبا قاديم يستغلوا حتى ويستعملوا حتى في حكمات برك الله في النساء ومشاء الله قاديم يعملوا في مردود طيب برشا لجوج دوتوش كيف كيف لكاترين ماربيتر كيف كيف واليوم في تونس أنا لامرسيون اللي قاديم نعملوا في السابوتاج للكرة القدم التونسية بطريقة اللي هي مهيش صورة متاع تونس أنا قول لك ونعودوها على المباراة اللي قلت عليها انت قبيلا على الجهاز البيب ولا في فرق اخر اليوم نوصلوا باجا جيها كما كي باجا توصل معاتش اس دي اف خطر اس دي اف صان دوميسي الفيكس تولي استي اف صان تيرا فيكس وذي حاجة بريمان شيء اسف عاشتها بنظرت مجو خمسة سنين وشوفنا شنو اللي صار في بنظرت وشنو اللي صاير طاوة يحطوا تيرا سنتي تيك وذي نقطة استفهم اليوم رو اذا كان ثم بشتير يلزم ايرادة ممالورز ما اذا كان سيد قيس سعيد اليوم يدوا ان تيرفينير مام دون الفوتبول مالورز ما عندو دوتر بريوريتي يخوي ادخل لنا في الفوتبول والسلام عليكم تشي هيب الازمة تشوف بدينيها من الملاعب مشينا لترتيب من المنتخب كيف كيف تواس نحكيو على الحكام كل القطاعات ذالي ميستهم الحكام الوضع هو ما هو عليه يعني الجامعة ما دخلتش فلوس الجامعة كانت من لول ما عنديش فلوس وهذاك هو الموجود ويظل حتى المشرف الجديد على التحكيم سيموراد الدعمي نفس الشي قال انت هذاك هو الموجود شو هو العمل للتغيير الموقف انت الحكام وراجعه للتيران شكون هو تدخل الدولة الدولة في في صورة المينيستخ الهناه الهناه مرجع النظر معاتش الجامعة معاتش هم ايرارشي تسلسل ايداري ولمرجع النظر متاعي المشرف العام بعد المرجع المنظر متاعي الاتحاد تونسي كورت قدم لمرجع النظر متاعي معنويا هو هو الاشكال اللي صار سي شهاب انه في الجلسة اللي صارت بين الوزارة وبين الحكام وبعدين بين الوزارة وبين الجامعة تونسي كورت قدم بين الوزارة والحكام ما صار شان بي في مكان شرسم ياخذت كان في موعود رايما ايش موثقة لو وعود هذيك ما فما ما احضر جلسة وتتوثق في الامور يعني اذا داعيب اليوم متى الحكام الشبان تلس سنوات ما ياخدوا حتى فرانك موما يحقان للحكام الفرانك وغيره بالوعود كانت من اعلى مستوي في الدولة معك وحدث تعمل في مرح ما ليس حق حق التكسيه اللي يأتي يتتتوى حق ألا وشيك اللي بزيادة القليه مسكيه فإن بالحق الاسي الاسم لا وغيره هذا المستمرور المنحة ولا المنحة التي تتحدى عليها قدير في منا هذه الفرانات المستمرور ليس تعتبرين وشيتينا تنتمارك عمد الحكام قيمة الحكام ما سيتها أنا نخير ما نحاولش الفلوس ونقول له أصبر وما عنديش أحسن من المدلو أنا 50 دينار ولا هنا هنا تنت للدينيتي للاربيتراج التونيزيان على هذاك قلت راهوا الاربيتر تونيزيان بش يرجع ما يرجع النظر المتاع ويتبع الإيرارشية واتحاد تونسي كل شي ما هو مش يقعوا حتى شي لخطر الوضع على ما هو عليه ما تبدلش يرجع للسلطة أو للمينيستر يحكي معهم يرجع يعود يحكي معهم فكرة الوحيدة ديزربيتر بروفيسيونيل رابطة اندبندنت وتفكرني نحكي ولا تاوه يموجي يخوه نحكي ولا تاوه تاوه سيد مراد الدعمي فقد السيطرة على المقاليد سمحني سمحني في العالم أجمع يعملوا أطور دون تابل ويخدموا نعم هذا معك 98 شعملت ألمانيا شعملت ألمانيا وقتلي خسرت في كاس العالم ضد كرواسيا اللي هي الاندبندون ستاحها بلاد عمرها سبع سنين شايت عمد الموديل فرنسي ونيبود لفرماسيو وشيسر الجزادة ونيبود لفرماسيو وعملوا ريونيو عام الفين وقالولهم إن مجلش باللغة العلمانية معناها قلولهم لايه عندكم الفين وثلاثة اليوم هذي الناس تخدم مسالحة يا موشي Heklas احنا في تونس في تونس تونس أجمل بلاد نجم تكلم من أجمل الناس العالم الكفاءات موجودة ماع قبل أن تستخدموا أي شيء البقاء يتعرفون ما هي المراهود かي تضعون فيهم لكنه يجب أن يتعفون في جناتنا أن نستخدمون ما ي Pearls لأن اليوم الأكادمية لأن الأكادمية لا يستطيع العب والأكادمية لا يستطيع العاب لهم يجب عليهم مسج� في المانات و تدخل الناس من الينبس هذوكم تضعهم في الأكاديمية اليوم لدينا عشرة الاف خارجين من الينبس و شوماج اليوم حط كل الأكاديمية تحكم عليها دو برسان يأخذ مغاديكا تضع ليش ولد عمك ولد خالتكو وبنت خالتكو وبنت عمك اليوم لان تريمتا تونس لان تريمتا جنراسيو متاعنا واختنا واللي حب على الكرسي يأخذوا الكرسي واضح اما عندك اندووار خالد نزيدك حاجة اخرى ساعة الاشتماع كان برمج لعشرة الحكام مشاوي لعشرة ساعة قاعدوا يستنوا في سيد كاماليدير قال لهم تعبرا واحد مصفر سنزيدوا استنوني شوية اخر معناها لهنا نحس كأنه فهم نوع من الاحتقار للحكام باش ما ندخلوش في منطق الاحتقار وما ندخلوش في منطق اني انا باش نقلل من ذات الكور متاع التحكيم ولكن للأمانة سيد كاماليدير من 2008 غير بعد تسير رياسي واليوم تسير في جامعة تنصية لكل تقدمه نعرفه مشاكل كل تقدم تنصية مشاكل كبيرة جدا ادارية وتسيرية ومالية وويوي ان شاء الله ما تكونش خلينا نقول انا بلغة الشارع انتنا هربت بيه الامور سي كامالو في قد السيطرة على مقالي تسير المكتب الجامي هذا لانو نشوفوا الاخليات الموجودة وشنوا صار في قطاع التحكيم شنف وشنوا صار داخل المكتب الجامعي من اقالات واستقالات وشوفوا شنوا صار داخل المكتب الجامعي من ضرب تحت الحزين من الامانة وسي كامالو يدير اليوم انت مكلف بمهمة فقط لتسير هذا المرفق العام لمدة ستة اشهر خمسة عوشين جامفين تكون حضرة الخدمة متاعك لكل ماشي لقاديس ابابا اوكين بيش تحكي على الكورت قدم تنصية وتقدم المشاكل متاحة مش ماشي تترجى الناس انهم بزيدوك في الموندان متاعك مش تبقى حتى الاشهار جويلة يزيدوني كيفا مش تكون قادي زغلتك في وضنك سي كامال قالك ركاية ترجمة تكون رئيس جامعة لأسي كامال برك الله مسير كبير عرفناك انسان هادئ عرفناك انسان ناجح في النجل الافريقي وتتوجت مع النجل الافريقي بالالقاب فخليك رجاءنا محل ثقة كل الجماهير التنصية خليك محل ثقة للناس اللي حطرتك داخل المكتب الجامعي احترم كل الناس وان كانوا حكام ودربين لانو الطريقة نرجع مرة اخرى اللي خرج بها سيد فوزي البنزارتي كي النجم يصبر سي كامال يدير وقتل يروح من قديس ابابا يعيث السفوزي يعمل انبغو في رغال ويخرج السفوزي في سورة لائقة باش ما نقعدوش هكيكا نحنا نتعاركو بين بعضنا يبدو الأمور صعبة وصعبة جدا والأمور هي ربا وفيلتا على برشا مصيرين داخل المكتب الجامع مروين ظهر لي معدعبات داخل شتوق الشيكات بعد ثلاثة سنين بالثلاثين واربعين دينار فضيحة في الكرة في تونس بيانسي ركيد اسلامي ذولي في ذيحة رو اسلام لزاربيتر اليوم رو كيمة قتل كيمة الملعبية اليوم تحب تنجح اليوم في الكرة وتحب تتطور وكل شي خطر نعرف وفهم جمعيات راي صرفها مليارات اليوم بجتهز ديتيتر وكل شي اليوم معتا الاربيتر رو ينجم يكون هو العنصر الاساسي اليوم لبشي ساهم معتا بشي نجح البطولة متاعنا اليوم نرقا وردي زاربيتر عنده كلفة سنين رو كيل ملعبية مليعبية رو متخلصوش مليارات اليوم في التيران ايزاربيتر هكي كرام انا ممكن حاجة بركة كما قلت لك اسلام نعرف فما ظروف مهيش باية سيرتو في امور مديية معناتها ونعرفوا هذا وكانوا اللحقيقة من المضح حيل وشوفنا اليوم رو بجمش لوم عليهم برشة اخطاء برشة في كل مباراية القديمة فما اخطاء تحكيم مياه متبقى نريد حاجة باية اللي عملوها اليوم اللي كانوا بش ترجع البطولة بش يكون فما موجودة التحكيم مياه حاجة باية اللي هاوكم امواه على قليلة وسط وسوتهم في الاخر واكه واضح حديك الصحة شكرا ليك مرمينا لحضورك معنا اليوم شكرا موضي براهين حاجة بركة رانا كشفت خدمتنا مع بعضنا ويذول اللي مريتش مني لعيب باركونت رجيه ببرش عبيد وبروفوكيتني وشفتوا كنا ديما في نتاق الاحترام نعرف راديو محترم حمدولله قاعدين مواصلين معنا انتي وبالوخيين اليوم نعتذروا حتى المستمعين رانا لحقيقة صحيح اليوم تلقى غش وتلقى كما قولوا اللي بروفوكاسيون الواحدة ما يتقبل لحكاية هذه نعتذروا من المستمعين وان شاء الله معنا تكونوا خير من أرقم شكرا لك سيمون جاءتك الساحب اللي قد رأو فيك شكرا لأو فيك أنا نحب نقول لأخوية مروان تبارك الله راو الفون تاوي لازم الناس تعرف راو الفون تاوي مش خيب والكل الغالب بعد ساعات يتشنج وداير قبل الحسة نجم نقولها بل حسة قتلوا راو كلمة الكراهية نحيها قول ما نحب الجمعية ولا ننمي الجمعية اخرى مش مشكل أما كي نبدأوا في بلاتورة وندفعوا على الكرة التونسية وندفعوا لمسلحة الرياضة في تونس وليه ونحكي لك حاجة سيمونجي بربي جزتا وتوضيح وانتي كما قد لك تعرفني وخدمنا ببعضهم جانيا وانتي البركونتر وشوفنا قبل في راديو معتا اللي كنا فيه قبل شارولي برشة حكاية هكاية وديما ونقض نقول فيه معتا نحترم العبيد الموجودين متبقس لي وانتي تعرف هذا وانتي مخلطني مليع ران عمرنا لو نوصلوا بالجماعيات بالعيب حتى كي تعرفني نحكي تعرفني وانتي تعرف مليع معتا ديما كان ما جيتش انا تعرفني من احترمش الجماعيات راني مكونش موجود بحذيك واضح حتيك الصحة شكرا ليك مالوين سيمونجي براكالافريكا ننسيش هيب عتيك الصحة شكرا ليك خالت وشين عنا حضورك معنا نورتنا اليوم شرف سيمونشرف لي وسعيد جدا نكون بحذيك لانك انسان متكون ولد معد الصحافة علم اخبار وتعرف شو تعمل في الحصصة كنا دائما نكون كاتيجوريك نكون متعصر لابناء المعهد انتاعي لانه الدخلاء لدخلوا المجال الاعلامي في العشرية الاخيرة هتكوا هذا المجال واختصبوه فرجاء 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 النف والبلاتويت انتاعنا فرجاء نقدموا صورة محترمة للرياضة التونسية انتاعنا نحاول نقدموا خطاب متزن نحاول نقدموا حاجم زيانة لانه تونس تستهل خير اكثر منها كمرة اخرى نعتذر من السيدة المشاهدين والمستمعين اللي كان صارت حاجة خارج الاطار كل الاعتذار لانه لهم من اخلاقنا ولهم من تربيتنا انه نقولوا كلام مش في بلاستو يعتكال فصحة شكرا لكم في الاخراج لقاء وغدوة ان شاء الله في نفس توقيت اجمل تحيات اسلام